فرضت محكمة في موسكو غرامة بأكثر من 98 مليون دولار على شركة جوجل الأمريكية بتهمة التقاعس الممنهج عن حذف مواد محظورة في روسيا المحكمة الروسية أكدت أن الحكم الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ روسيا يقضي بفرض غرامة مالية بناء على مبيعات الشركة على جوجل بنحو 100 مليون دولار وسبق أن نقلت وكالة تاس عن هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأكيدها رفع 16 دعوة منذ مطلع العام الجريب حق جوجل في قضايا متعالقة بعدم حذف مواد محظورة في البلاد من منصات الشركة في الانترنت